كل الترحيب بضفنا العزيز الأستاذ مهار فرغالي الخبيل في شؤون الجماعات المتطرفة فصورت كل حاجة معها شوء يعني بسجلها صوت وصورة آه طبعاً صوت وصورة كان معنا مصور محترف وصور كل حاجة وفي الحقيقة أنا زهلت زهلت من حجم العدد اللي معاه حجم الفلوس اللي معاه حجم العربيات الفور بيفور ده واحد من جامعات مختلفة آه أذكر في الفترة دي بس ما تقفش عشوش لا ما في السجن موجود؟ موجود في السجن الأقرب أزوره أزوره لو سجن الأقرب أشوف وشه لو بر السجن كان خرب الدنيا الفترة دي آه بدري ده بقى يعكس فعلاً كفاءة الأجهزة الأجهزة الملي آه فاكر كويس جداً حاجتين يعني آه كنت بانزل دايماً طبعاً المدان في الفترة دي طبعاً دان التحرير فترة وبعدين معادي فهم كانوا نظبين خيام في الفترة دي بالمناسبة كان توفيق في رجل زيادة ييجي من السيناء يطخل خيام هو مش عارف محمد الزواهري ومش عارفه مين ومين وياخدوا بيعات ياخدوا البيع جوا كانوا الخيام بتاعتهم عند مدان النهضة في الدقي وفي ربع العجل اي انا فاكر اليوم ده كنت معادي في التحرير عند المجمع وبعدين في شوية خيام كده الحركة اسمها طلاب الشريعة انا كنت اول مرة اسمع عن طلاب الشريعة دي عاوز اعرف ميه ايه حركة طلاب الشريعة فهما مشغلين اناشيت دينية سوري والكلام ده بالميكروفون فالراجل عجوز معادي فبيقول لي يا ابني هو ايه اللي بيحصل في البلد هو مصر ضاعت ولا ايه مش ترجح تاني ولا ايه تقول لها بإذن الله هترجع بص كده للحيات دي فانا فاكر كواس جدا فيه ناس كانت عندها اسى حزن من اللي بيحصل طبعا وهناك روح تبقى قابلت عادل عوط شاحته وده برضه مقفوش زي عادل عوط شاحته ده ده خد اخت 25 سنة في الهجوم على كنيسة من الكنيس بعد عز الاخوان عادل بيقول لك وقف يقول لك انا مسؤول الجهاد في مصر تنظيم وده فيديو بالمناسبة ده من المجامة ده الجهاد الجديد عادل عوط شاحته ده اللي كان هيفجر جنازة الرئيس الراحل أنور السلام لغم نفسه وبس الجنازة عدت من الشرع تاني غير الشرع اللي هو فما سوفه انت تتكلم على عناصر ايه بقى لعد البلد كانت هتخرب يا جماعة لأ انتو الناس لازم تفهم والأجيال اللي جاية لازم تفهم ماذا كان سيجري في الاقتصاد ماذا سيجري في الجانب السياسي انت كنت هتخسر كل الدول العربية في الجانب السياسي وأولهم دول الخليج المحيط بالنسبالي انه جماعة بتدعي انها جماعة مسلمة واسلامية وتدعو للخلافة الأممية وكل الكلام الهجس اللي بيقولوا وخفضوا الرسوم والضرايب على الكباريهات في شارع الهرم كانت بالنسبالي مفارقة غريبة جدا وبعدين لما اضطردوا من الحكم راحوا فجروا متحة في التاريخ الإسلامي هو انت إسلامي ولا ما انتش إسلامي ولا انت عايز بالزبط ما عندوش هو الحدود دي هو عنده ما يطلق عليه فقه الواقع انا فسر لك الحالة فقه الواقع ماذا يقول الواقع عليها مش الشرق الواقع عنده هو الشرق فقه الضرورة فبيقول لك يجوز الكذب في رحزة الحرب اذا ذهبت الى الساحر فقل حبساني اهلي واذا ذهبت الى اهلك فقل حبساني الساحر حديث يا سيد في البخاري ما هو قال له اجذب ساعة الحرب فانا باجذب انا اسرق ساعة الحرب انا اكون كامن ساعة الحرب انا اعمل اي شيء احرق المتحف في التاريخ زي ما حضرت بتقول ساعد حرب ضرورة فهو بيعمل اي شيء هيعمل اي شيء طالما هو يحقق سوف يحقق هذه اللارقة انه ممكن يتخلص من اتباعه هو كمان ترجمة نانسي قنقر